بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بأولادة سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين عليه السلام إذا كنت تعيش حالة الهم والحزن وتأخر قضاء الحوائج وفي قلبك أمني تتمنى بأن تتحقق سواء كان من زواج سواء كان من تزديد الديون سواء كان تريد بيتا أو شراء سيارة أو قطعة أرض أو نجاح في دراسة أو في أي شيء أنت في قلبك كيف يتحقق إن شاء الله تعالى هذا ما أورده أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين هو أنك للهم والحزن والحاجة المستعصية تكتب كلمة الرحمن 329 مرة في ورقة بيضاء غير مخططة كم مرة تكتب كلمة الرحمن 329 مرة تكتب فقط كلمة الرحمن الرحمن تكتبها بخط اليد بها قلم رصاص أو جاف وتكتبها بورقة 329 مرة ثم تضعها في ماء طاهر ليلة واحدة وتشربه هذا الماء قبل شروق الشمس فإن الله سبحانه وتعالى يزيل الهم والحزن الذي كان بسببي مثلاً عدم الزواج التأخير في قضاء حاجة معينة في مسألة علة ومراض في مسألة مشكلة في الأسرة كله يزول وتنقضي لك كل حاجة يأتي فلان ويقول ربما الرصاص أو ربما الجاف الحبر هذا يؤذي الإنسان فاكتبه بالزعفران إذا كان لديك إمكانية اكتب بالزعفران على ورقة بيضاء غير مخططة 329 مرة كلمة الرحمن عند الليل تضعها في ماء طاهر نظيف وبعد ذلك قبل شروق الشمس أي أن بعد صلاة الفجر تشرب هذا الماء والله سبحانه وتعالى يقضي لك كل حاجة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام